اشتركوا في القناة جمعية مرسلات المحبة والتي أسستها الأم تريزا وتنتشر مراكزها في العديد من مدن العالم من ضمنها عمان ورصيفة ورميمين ونبدأ معكم بأبرز العنوين الملك عبد الله الثاني يستقبل البابا توادرس خلال زيارته التاريخية إلى الأردن تخريج الفوج الثاني من طلبة الجامعة الأمريكية طموحات المرأة الأردنية وآمالها من المجلس النيابي القادم أهلا بكم في زيارة رسمية ورعوية تاريخية زار قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية الأردن حيث التقى العديد من الشخصيات الرسمية والكنسية بالإضافة إلى أبناء رعيته في عمان التفاصيل في التقرير التالي استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية وبحضور سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية حيث جرى استعراض سبل تعزيز زيارة الأقباط إلى الأردن وأماكن الحج المسيحي خصوصا المغتص الذي يحظى بمكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الكنائس المسيحية كما التقى قداسته خلال زيارته بسعادة سفير جمهورية مصر العربية في الأردن طارق عدل الحقيقة أنا تشرفت اليوم بحضور قداست البابا إلى درسكن السفير المصري في عمان وأنا كنت في طالعة مستقبليه أول أمس وأنا كنت وصلت عمان قبليه بساعتين وانتظرت في المطار لحتى أكون في طالعة مستقبلي قداست البابا طبعا أهمية الزيارة قداست البابا طواضره الثاني لما يزور أي بلد دي في حد ذاتها حدث مهم بالنسبة للأردن دي أول زيارة يقوم بها قداست البابا للأردن وفي مقابلة حصرية لقناة نورسات الأردن تحدث قداست البابا عن مستقبل وحدة الكنيسة وموقف الكنيسة الأرثودوكسية من الدستور الجديد المعني بترميم وبناء الكنائس في مصر وعلامات الأمل في العالم الذي تملأه الصراعات حيث قال في الأيام الأخيرة من خلال مجلس النواب برلمان المصري تمت الموافقة على مشروع قانون بناء تنظيم بناء وترميم الكنيس يعتبر خطوة جديدة جدا في المجتمع ويعتبر أمر جيد أن صار أمر بلا قانون صار لا قانون والقانون يعني الحق والحق يعني أننا ممكن ألجأ وأخذه من خلال القضاء فصارت الأمور ده هي أمور من أجل جعل المجتمع المصري أكثر استقرارا حضرتك لما تزوري مصر إن شاء الله تشوفي مسلة مصرية وتشوفي منارة مسيحية وتشوفي مئزانة إسلامية نعم هذا التنوع الغني هذا التنوع مصر هي التي علمت العالم فن الأعمدة المسلة عمود فرعوني تحول في المسيحية إلى منارة وتحول في الإسلام إلى مئزانة ومصر بقيت التلاتة بيتعنقوا معا موجودين ولد وصول قداسته إلى كنيسة الأقباط في عمان استقبل بهتافات أبناء الجالية القبطية في الأردن بحضور غبطة البطريارك فؤاد طوال والأساقفة والأباء الكهنة من الكنيسة القبطية والكنائس الرسلية والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وترأس قداسته القداس الإلهي الأخير في ختام السنة التقصية القبطية بمعاونة لفيف من الأساقف والكهنة الأقباط حيث تطرق في عضته لمفهوم الأمانة لله في كافة جوانب الحياة البشرية والأمانة في العقل والفكر والقلب والعواطف وفي اليد الممدودة للخير والبر والإحسان أمانتك في عقلك تعني أن يكون فكرك وعقلك كله نقيا تفكر دايما في الأمور الإيجابية فيه واحد بعقله الوحش عنيت شوف وحش وفيه واحد بعقله الوحش فمه لسانه يتكلم وحش وفيه واحد بعقله الوحش يتخيل أمور وحشة ويقولك فلان ده سوداوي الفكر أفكاره سودة أفكاره كلها وحشة فيه واحد تيجي تتكلم وياه يحبطك تتكلم وياه يكسر مأديفك وفيه واحد تتكلم وياه تحس أن كلامه يشجعك ويفتح قدامك أبواب الأمل ويكون أمين في كل كلمة فيه واحد لما بأفكاره ولسانه لسانه الكلمة اللي يقولها يكون ملتزم بيها وكأنها عقد مكتوب وفيه واحد يقوله أي كلام وخطايا اللسان وخطايا الكلام وخطايا الفكر لا تنتهي إذن يا إخوتي الأحباء أن يكون عقلك نقيا وفكرك نقيا يقول الكتاب المقدس مستأثيرين كل فكر لطاعة المسيح ويقول في موضع آخر عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح خلي فكرك فكر نقي والفكر النقي يأتي كثيرا من القراءات النقية وعلى رأسها قراءة الكتاب المقدس وخلال زيارته لمحافظة مادبة توج قداسة البابة طوادروس يومه الثاني بافتتاح دير القديس أنطونيوس التابع للأقباط ترجمة نانسي قنقر كما زار جبل نبو حيث كان في الاستقبال الأب الفرانسيسكاني فيرغس كلارك رئيس دير جبل نبو ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات حيث استمع قداسته إلى شرح حول أهمية الموقع التاريخي والديني كأحد مواقع الحج المسيحي كما قام قداسته بجولة إلى موقع المقدس حيث استقبله هناك سمو الأمير غازي بن محمد والوفد الرسمي المرافق لسموه واستمع قداسته من مسؤولي الموقع حول أهمية المكان وآلية العمل للحفاظ على الأثار التاريخية والمعالم الحضرية فيه لا سيما بعد إدراج موقع المقطس على قائمة التراث العالمي والحج المسيحي بعد زيارات بابوات الفاتيكان المتعاقبة إلى المملكة شيء جميل خالص أن يكون شيء بهذه الأثر القديم جدا ومختفظ ومكتشف ومعروف ونستجيله من كل مكان بنشجع كل حد أن يأخذ بركة الأماكن المقدسة وهذهية والتذكارات الطيبة والتاريخ اللي حضرتك بتحكيه تاريخ رائع يعني ثم تجول قداسته بعد ذلك بين الكنائس المقدسة مرورا بتل ماريلياس قرب موقع المعمودية والكنيسة القبطية ومن ثم الكنيسة الأرثوذكسية الواقعة على المطل القديم لنهر الأردن مرورا بكنيسة اللاتين على المطل الجديد للنهر المقدس وفي لفتة هاشمية كريمة قدم سمو الأمير غازي بن محمد مكرمة ملكية وهي خمس دنومات من أجل التوسع لمنفعة الكنيسة القبطية في المغطس حيث ثمن الباب هذه اللفتة الكريمة ثم تبادل قداسته مع سموه الهدايا التذكارية اختتمت رعية كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية صلاة المسبح الوردية والتي استمرت على مدار مئة يوم حيث كان الاحتفال برعاية السفير البابوي في الأردن ألبيرتو أرتيغا مارتن والمستشار في السفارة البابوية المونسينيور روبيرتو كونا وكاهن الرعية الأب أنطوان هريمات والشماس الإنجيل الدائم هاي العلامات وصد حضور جمع غفير من المؤمنين القادمين من كافة رعاية المملكة وتحدث الأب هريمات لنورسات قائلا إننا نجتمع اليوم أمام مزار العذراء لنصلي لأجل السلام والإخاء في الشرق الأوسط وأن تبقى السيدة العذراء زائما تجمعنا في الصلاة شايفين هذه الجمعة الحلوة كلها؟ هذه الجمعة الحلوة التي تجمعها أمنا مريم العذراء بالواقع في كل رعية من الرعاية وين رحت؟ بنيت مزار للعذراء مش بس بنيت مزار للعذراء حاولت إني أسيش رعاية اللي خدمت فيها بالسبحة الوردية وهون في كل يوم ثلاثاء مدة مئة يوم ابتداء من شهر حزيران الساعة تسعة المساء نعمل السبحة الوردية مع هالجموع كلها اخترت يوم الثلاثة لأنه مش يوم صلاة اخترت الساعة تسعة المساء لأنه مش وقت صلاة الناس مش متعودة تيجي تصلي الساعة تسعة المساء عشان هيك معنى تاني أنه اللي بدو يصلي اللي بيحب العذراء اللي بيجي يصلي وانتوا شايفين كل هالجموع الغفيرة اللي جاي تصلي لأمنا مريم البتول اللي تجاوزت الألف ألف خمسمائة شخص اللي جاي من بعيد من قريب حتى تصلي وتطلب السلام وبعد تلاوة بيوت المسبح الوردية المقدسة تأمل الحضور على أضواء الشموع سر عمل الله في البشرية كلها في أجواء من الخشوع خيمت على المكان تشكل ناخبات الأردنيات ممن يحق لهن الانتخابة في الدورة البرلمانية القادمة نحو 53% من إجمالي الناخبين ذكورا وإناثا تفاصيل أوفى حول دور المرأة في انتخابات المجلس الثامن عشر في التقرير التالي تعتبر المرأة الأردنية من ركائز برامج التنمية الشاملة علاوة على أنها تشكل أهمية كبيرة في إنجاح العملية الانتخابية لذلك وحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فهي مطالبة بالمشاركة الفاعلة في انتخابات الدورة البلمانية القادمة والاستجابة المأمولة لنداء الوطن باعتبار ذلك حقا مكتسبا لها ومسؤولية وطنية تجاه بلدها كما تعلمون الهيئة المستقلة للانتخاب هي هيئة مستقلة وفق القانون بالكامل ولا سلطانة عليها إلا القانون وبالتالي ستكون انتخابات نيابية للمجلس النياب الثامن عشر إن شاء الله في عشرين تسعة هذا الشهر وستفرز ممثلين للشعب الأردني فيما يتعلق بدور المرأة لأول مرة في هذه الانتخابات هناك عدد كبير من المرشحات إقبال شديد من المرشحات من كافة التقصصات ترى الطبيبة، ترى المحامية، ترى المدرسة وبالتالي حوالي 252 سيدة تترشح من أصل حوالي 1263 مرشح ضمن ما يقارب من القوائم الكبيرة التي لم تشهد الأردن مثيلا لها في السابق وكما تعلمون أيضا الهيئة الناخبة في الأردن غالبيتها أو الغالبية المطلقة من السيدات حوالي 53% من الناخبين الآن هم من السيدات وبالتالي للمرأة حق أن تكون مرشحة كما هي ناخبة وبالتالي المرأة أيضا في الأردن لها تاريخ في العمل السياسي والعمل التشريعي في المجالس السابق أثبتت المرأة الأردنية لحضورها وتواجدها القوي وكفائتها في التشريع والمراقبة وبالتالي المرأة الأردنية قادرة في المجلس النياب القادم أن تعزز من حضورها الذي تواجدت فيه خلال السنوات الماضية من هذا المنبر المحترم نحن نريد أن نؤكد بأن الأردن الآن وضمن البرنامج الإصلاحي والتوجه الإصلاح الذي يكونه جلالة الملك الأردن يسير بخطوات قوية وراسخة من أجل مشاركة الناس في الانتخابات في مشاركة الناس باتخاذ القرار مشاركة الناس في الحياة السياسية وكما تعلمون أيضا الحياة البرلمانية ومجلس النواب هو مرأة حقيقية تعكس الإصلاح في أي مكان في أي مقاعدة العالم لذلك نحن متفائلون من أن الانتخابات القادمة ستكون محطة مهمة ومنعطف مهم جدا نحو تعزيز الديمقراطية وتعزيز مسيرة الإصلاح التي بدأها جلالة الملك الناخبات الأردنيات اللواتي يزيد عددهن عن مليونين ومائة وسبعين ألف ناخبة لهن كثير من الآمال والطموحات من المجلس النيابي الجديد الذي ستفرزه انتخابات العشرين من الشهر الجاري وهي طموحات منها ما تخص المرأة الأردنية ومنها ما تعنى بمصلحات الوطن والمواطنين يعني مما لا شك فيه أنه فيه طموحات متعلقة بالمرأة وفيه طموحات عامة لأنه المرأة هي مواطنة في نهاية الأمر فبتطلع إلى برلمان فعال منحاز لقضايا الناس قادر على وضع حلول حقيقية تشريعية وسياسية بمعنى الرقابة على أداء الحكومة وسياساتها بما يواجه التحديات اللي بواجهها الأردن نتمنى البرلمان يكون فيه عدد كبير يتجاوز الخمسة عشر مقعد من النساء ومنتمنى أن يكونوا الرجال اللي في البرلمان مناصرين ومؤيدين لإدارة الشأن العام على أساس المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين والاحترام مبدأ سيادة القانون بمعنى احترام مبادئ الدستور وتشريع قوانين تؤكد وتعزز حقوق ومسؤوليات المواطنين والمواطنات بدون تمييز أيضاً بأعتقد أنه بالإضافة لكل ما ذكرت هناك حاجة لكي يكون للبرلمان صوت للشعب بكل مكونات وبمعنى من انتخب ومن لم ينتخب من لا يستطيع الانتخاب لصغر سنه فئة الأطفال اللي بتمثل الأغلبية وكذلك فئات خاصة من المواطنين مثل كبيرات السن كبار السن وذوي الإعاقة هؤلاء بحاجة يعني يحتاجون من البرلمان وقفة جدية لإنصافهم وتعزيز حقوقهم والدفاع عنهم وأن يكون النائب أو النائب صوت لهؤلاء في مجلس الأمة بصراحة أن رأيي حقوق المرأة بلش فيه كثير تغيرات بالتشريعات والقوانين اللي هي بتتيح للمرأة أشياء كثيرة كثير أفضل من أول ولكن هل نحن مثقفات بهذه الحقوق والواجبات اللي علينا ممكن هذا الدور كبير للنائب السيدة اللي بيتطلع أنه توعي الناس يكون فيه برامج توعية واضحة أنه وين إحنا من هذا القانون اللي موجود أو التشريع الموجود بالإضافة للتعديل على بعض التشريعات اللي لم تعدل لغاية الآن فيه عدة تشريعات وقوانين بحاجة لأنه أنه ندرسها صح ومش باعتباطها نحكيها بدي تتغير وبيدي الحقوق وهاي مش الفكرة أنا بدي أساوي الرجل بمعنى أساوي الرجل الحقوق أنه تيجي من أنه أنا أثبت وجودي كما الرجل في عمله وفي التزامه وفي دوامه وهذا الإشي معروف أنه عندي السيدة كثير عالي الالتزام والتركيز والعمل الجيد وليش ما بتوصل لمواقع صنع القرار مع أنها بتكون وراء أي مؤسسة كبيرة من وراء الكواليزة ما بيحكوا بنجاحها ولكنها ما بتوصل على مناصب صنع القرار مثلا وحياناً كثيرة بتكون بش القوانين مش العيب بالقوانين والتشريعات العيب بالعقلية اللي بتتعامل مع هاي التشريعات في مواقع أنا بروع على مناطق أرياف ومناطق يعني بجوز مش بحكم أنه يعني الأرياف مثلاً المرأة فيها بتفتقد لقوانين لحقوقها وبالمناطق المدنية لا مش هيك الفكرة الفكرة أنه في بعض المواقع بيكون فيه إجحاف كثير كبير بغض النظر عن الموقع اللي هي فيه بس مرات العقلية بتحكم كثير في المناطق النائية أول إش بحب أحكي أنه إحنا في بلد ديمقراطي والمرأة نصف المجتمع وما أخذ حقها يعني مش بالكامل لكن المرأة هي الأم هي الإبنة هي الأخت هي أساس المستقبل للمجتمع أنا بتمنى من المرشحات اللي بدهم يفوزوا إن شاء الله بالبرلمان يكونوا قولوا فعل ما بدنا نقرأ بس مجرد ضيافتات وشعارات بتمنى من المرأة إنها تمثل أبناء دائرتها تمثل المرأة بشكل عام أول إشي المرأة مش ما ياخد حقها في الأجور في الحقوق المدنية في الراتب اللي يورث الزلمة الرجل بيطلع له إنه يورث لكن المرأة ما بيطلع لها في الجنسية إنها تعطي ولادها الجنسية أمور كتير بنتمنى إنه المرشحات يحكوها بالمجلس لكن هم بيحكوا وما بيمثلونا بتمنى من النواب والنائبات إنهم يحلوا مشاكل الفقر والبطالة اللي بعانوا منها كتير من شبابنا يحلوا الغلاء المعيشة يحلوا مشاكل التعليم اللي بنعاني منها تغيير المناهج المفروض إنه يتغير المناهج الولاد مش في على مستوى عالي من التعليم بتحسها بتمنى كمان من كل الشعب الأردني إنه يشارك في الانتخابات لأنه هذا واجب وطني علينا كلنا بهمنا وبهم كل الشعب وكل الشباب وكل الستات يشار أن عدد مقاعد الكوتا المخصصة للنساء في المجلس النيابي الأردني الثامن عشر يبلغ خمسة عشر مقعدا بواقع مقعد واحد لكل محافظة علما أن العدد الإجمالي للنواب في البرلمان القادم وفق القانون الجديد للانتخاب يبلغ مئة وثلاثين نائبا على هامش انعقادي أعمال الجمعية العامة لمجلس رؤساء كنائس الشرق الأوسط استضافة فضائية نورسات مكتب الأردن غبطة البطريارك ماري لويس رفائيل الأول ساكو بطريارك الكلدان بطريارك الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية حيث تحدث غبطته خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه الدكتورة باسم السمعان مدير مكتب نورسات الأردن عن التحديات التي تواجه العراقيين في الشرق وعن وجود ما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي والعديد من المحاور المهمة ولقاء آخر مع سيادة المطران ميشيل قصارجي رئيس الكنيسة الكلدانية في لبنان تحدث فيها عن التحديات التي تواجه المسيحيين في المنطقة ويشار إلى أن المقابلة ستبث قريبا عبر فضائية نورسات رعى الكاردينال أدوين أوبراين الرئيس الأعلى للجمعية فرسان القبر المقدس حفلة تخريج الفوج الثاني لطلبة الجامعة الأمريكية في معدبة إلى المزيد في التقرير التالي كوكبة جديدة رعى تخريجها الكاردينال أدوين أوبراين وبمشاركة السيناتور الأمريكي الدكتورة نانسي ستايلز وبحضور رئيس أمناء جامعة الأمريكية الدكتور معروف البخيت وسفير الفاتيكان في الأردن ألبيرتو أورتيغا مارتن والبطريارك فؤاد الإطوال يا خالق العالم وما فيه يا من خلقت الإنسان على صورتك ومثالك جعلت منه وكيلا لك على الأرض منحته العقل ليكتشف أسرار الكون بارك جمعنا بارك دراستنا بارك جامعتنا باركنا نحن الذين نهلنا من هذه المؤسسة مبادئ العلم والحكمة والأخلاق والثق خرجي هذه السنة في حياتهم ألقى الكاردينال أوبراين كلمة قال فيها أن حضوره اليوم يمثل حضور الكنيسة الكاثوليكية صاحبة هذه الجامعة ليشارك الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة فرحتهم بالتخريج حيث يتوج في هذا الاحتفال ثمرة مسيرتهم العلمية والأكاديمية معبرا عن شعوره بالفخر بهذا الإنجاز ومقدرا جهود كل من ساهم في الوصول إلى هذا اليوم من ناحية أخرى تحدثت السيناتور نانسي ستايلز عن تميز الجامعة الأمريكية والعملين بها مؤكدة أنها واكبت تطور الجامعة منذ البدايات والتقدم الذي حصل خلال فترة وجيزة برعاية الكنيسة البطرياركية اللاتينية والكنيسة الكاثوليكية رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور وفي كلمته الترحيبية أشار إلى أهمية وجود الجامعة الأمريكية في مادابا التي نادت شرف الرعاية الملكية لافتا إلى أن الجامعة تعتبر ملتقى لأكثر من 29 جنسية من مختلف دول العالم رعيس الأمريكي لتجدد تجد دعوني وفكرة الأمريكية في مادابا أريد أن أقوم بكم بإمكانك تساولي بعض الأساسي ادخوا ذلك ونحن على زيارة لا تجعل المسؤول فيكم المدينة كل المدينة كانت في الشرق مدينة من جهتهم عبر الخريجون عن اعتزازهم بجامعتهم وانتمائهم إليها وسعيهم خلال مراحل الدراسة لإتمام وتحقيق رؤى الجامعة على أرض الواقع صراحة كثير أنا مفرحة ومبسوط أنه من الجامعة هاي تخرجت وأنه نضمينا لهذه الجامعة داكاتريتنا نسمى الله عليهم جداً وكل واحد يعطينا شيء زيادة على معلوماتنا فكان شيء كثير ممتاز وشمل حفل التخريج مقطوعات غنائية عالمية قدمته الأكاديمية الأردنية للموسيقى وتلاها في ختام المراسم تسليم رائع الحفل الشهادات على الطلبة الخريجين من كليات الهندسة والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات واللغات والعمارة والفنون وكليتي المال والأعمال أقيمت في مطرانية الروم الملكين الكاثوليك أم السماق أمسية مرتلة قدمها المشاركون في دورة الموسيقى الكنسية التي استمرت لستة أيام متتالية بإشراف المرنم الأول على الكرسي الأنطاكي بشير القصة بحضور المطران ياسر العياش وعدد من الأباء الكهنة وجموع المؤمنين حيث جاءت هذه الدورة بتنظيم من المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب وبرعاية مكتب فضائية نورسات الأردن حيث ألقيت في الأمسية عدد من كلمات الترحيب والشكر وقدم المشاركون باقة من الترانيم الكنسية بأصواتهم الشجية لاشيت بصالي بك الموت وفتحت للس الفردوس وأطلت نوحة حاملة التطير وأمرت رسولك أم يكرز مبشيري أيها الهيكل المتقادس التي منها تجسد الإله وصار طفلاً في علامتك حافظ وصار طفلاً وصار طفلاً وصار طفلاً وصار طفلاً وصار طفلاً المكتب rays أم يشتراً الدست نورت لما تشتراً لما تشتراً بالرجمة نورس وفي ختام الأمسية قدم المطران العياش للمرنم الأسطى درعا تكريميا ثم وزعت الشهادات على المشتركين إلى هنا مشاهدين وصلنا لنهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها مكرمة هاشمية بمنح خمسة دونومات للكنيسة القبطية في المغتص رعية العذراء الناصرية تختتم صلاة المسبحة الوردية أمسية مرتلة في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك الأردنيات على موعد مع الانتخابات النيابية ختام النشرة مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com طابط أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة